أما بعد فإن هناك أموراً تفقت كل الشرائع على تحريمها جرى تسميتها بين المسلمين بالكليات الكليات الخمس أو الست كليات معناها كلمة تعني كل الشرائع جاء فيها تحريم هذه الأمور فينمغي معرفتها وفهمها حتى يكون الإنسان على حذر منها إذن الليلة إن شاء الله تعالى نتكلم في شيء يسمونه الكليات بعض العلماء قالوا خمسة وبعض العلماء قالوا ستة ستة أمور تسمى الكليات الستة بسم الله الحمد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Today's lecture will be regarding the five كليات or the six كليات and they're called الكليات because these are rules that do not differ among the rules built to the prophets so from Adam to Prophet Muhammad ﷺ all those rules built to them they are unified and having these the six or five rules من المعلوم أن العقيدة واحدة عقيدة الأنبياء والملل كلها المسلمون واحدة من آدم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام لا خلافة في أمر العقيدة إنما اختلفت الشرائع الأحكام التي جاء بها الأنبياء والرسل اختلفت وتختلف بين زمن وآخر هذا الاختلاق في الفروع في الفقه في الأحكام ليس في العقيدة هذا منهما كان جائزا في بعض الأمم ثم صار محرما أو بالعكس أما هذه الخمسة فهي ثابتة بكل الأمم حرام And as you're aware the creed of all the prophets from Adam to Muhammad ﷺ are the same they all believed in La ilaha illallah however their jurisprudential rules, their legal rules differed some things were halal in one nation and were haram in another nation and vice versa however there are five or six rules based on the vision of them by the scholars that were the same for all the nations from Prophet Adam to Prophet Muhammad ﷺ مثلاً آدم عليه الصلاة والسلام النبي رسول آدم كان الله أحل له أن يزوج أولاده من الضطن الثاني فكان الأخ تزوج أخته هذا كان جائز في شريعة آدم ثم أعطى ذلك حرم يستوى هذا المسر For example during the time of Prophet آدم عليه الصلاة والسلام one was permitted to marry his sister so long as it wasn't from the same birth these are the types of things that differed between the nations كذلك أحكام الصيام أحكام الطهارة أحكام المعاملات ونحن ذلك كان هناك فرق بين شريعة وأخرى أما أصل الديني الاختلاف فيه الصوم مثلاً كان في بعض الشرائع يختلف عن الصوم أليس في القرآن الله تعالى أخبر عن مريم أو عن غيره أنهم نذروا صوماً عن الكلام هذا ليس في شريعتنا الصوم عن الكلام وكذلك الطهارة كان في بعض شرائع بني إسرائيل إذا جاءت النجاسة على ثوم لا يصلح إلا أن يقطعوه بالمقراض ويرموه في النار هذا في شريعتنا أيصر لو كان الثوم كله نجس وغسل بالماء يصح طهارة ويصح الصلاة فيه ماذا هذا كان اختلاف بين الشرائع Likewise the rules revealed to the prophets differed in how one prayed, how one performed purification how one fasted, the rules related to dealings for example during the time of Prophet during the time of Prophet Musa عليه السلام the one who got najasa on his clothes he would be required to cut that out as for the nation of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم one can just wash that off in order to purify it similarly there were different kinds of fasts in other nations like for example we know that Maryam the mother of Isa عليه السلام she fasted from speech as is mentioned in the Quran however this fast is not available it's not prescribed in our religion أول هذه الكليات التي اتفقت الشرائع عليها حفظ الدين أن يحفظ الإنسان دينا أن يقع في الكفر هذا مما اتفقت عليه كل الشرائع وكل الأنبياء أحذروا أمامهم ومن تبعهم من المقوع في الكفر the first among these rules that is applicable or unified among all the nations is protecting oneself from blasphemy all the nations were obligated ordered to protect themselves from blasphemy to protect their religion Islam الأنبياء كلهم كانوا مسلمون لأن الله تعالى قال إن الدين عند الله الإسلام يعني الدين المقبول عند الله هو الإسلام فهم على الآية إن الدين عند الله الإسلام يعني الدين المقبول عند الله هو الإسلام and all the prophets were Muslim as Allah سبحانه وتعالى صدقنا القرآن إن الدين عند الله الإسلام and this means that the religion accepted by Allah سبحانه وتعالى is the religion of Islam therefore all the prophets were Muslim وكذلك في القرآن الله تعالى ذكر عن كثير من الأنبياء أنه كانوا مسلمون كا قوله تعالى عن سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا وجعلنا مسلمين لك وكذلك قوله سبحانه وتعالى عن كثير من الأنبياء عن أتباع عيسى وإنا مسلمون فكلمة مسلم والمسلمون هذا دين كل الأنبياء ليس فقط أمة محمد هو المسلمون بعض أولاد المسلمين من بعدهم عن الدين يظلون أن فقط محمد هو المسلم وهذا فيه هلاك من أجل ذلك بعض الناس من جهلهم بهذه المسألة يريدون أن يغيظوا غيرهم فيسبوا عيسى واحد هذا لما حرق المصحف في الأمس أخبرني شخص واحد وقف قبالته وصارى يسب له عيسى صارى يكفر ذاكى يكفر وهو يكفر هذا ينتسب إلى الإسلام لكن من جهله ما علمه أن الأنبياء كلهم مسلمون بعض الناس يظلون يقولون محمد لألا وموسر اليهود لكن يظلون بعض أولاد المسلمين لذلك يجب أن يكرر عليهم أن الدين عند الله الإسلام أي أن دين الأنبياء كلهم هو الإسلام فهو محمد and the fact that all the Prophets are Muslim is in the Qur'an الله سبحانه وتعالل revealed to us this reference to Prophet Ibrahim in one verse and regarding the followers of Isa in another verse so people need to understand people need to know that all the Prophets are Muslim especially children nowadays many children grow up because they're far away from their religion they think that only Prophet Muhammad was a Muslim and that the other Prophets were not Muslim This results in harmful things. For example, Shaykh Bilaat said he was informed that someone who claimed to be a Muslim had cursed Prophet Isa in response to the man burning the Qur'an in Sweden. He believed that Isa was for the Christians and Muhammad was for the Muslims. And as a result of his ignorance and not knowing the truth, he cursed Isa, which is blasphemy. So this is important for one to know. All the Prophets from Prophet Adam, Prophet Muhammad were Muslim. and they were on the religion of Islam. This is a big mistake in religion. It seems to be that Muhammad is only Muslim. This is not the Quran. There are more than 20 verses in the Quran that have been in Islam and Muslims without Muhammad ﷺ. They don't bring the people to remember it. But this is known. It means that the religion of Allah is the Islam, and this will be shared with him. The Quranou الحرية المعتقل ويصير يقوله عن الكفار أخواتنا ويحترم الرأي الآخر هلاك هذا هلاك في هذه الأيام هلاك ولا سيا من بعض من يدعون المشيخ كيف هذا تكزيد بالقرآن تكزيد بالقرآن and believing that prophet Muhammad was the only prophet that was a muslim is a enormous enormous ignorance one should be aware that all the prophets from Adam to prophet Muhammad were in fact muslim and this is for someone to believe that prophet Muhammad was the only muslim it is as if he did not read the Quran at all because there are more than 20 references to people other than the nation of prophet Muhammad and other than prophet Muhammad which in which the verses call them muslim so all the prophets from prophet Muhammad from prophet Adam to prophet Muhammad were muslim and this is why the verse إِنَّ الْدِينَ عَنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ it tells us that the only religion accepted by Allah subhanahu wa ta'ala is al-islam it is the only religion accepted for it for the slaves for the prophets and for the angels so كثير من القصص في القرآن العظيم فيها أن الأنبياء حذروا من بعدهم ومن حولهم من أن يقعوا في الكفر لأن حفظ الإيمان ماجد من الكليات الخمس موسى عليه السلام منه إسرائيل منه من عبد العجل كان سيدنا موسى عليه السلام ذهب إلى مكان لألحى الله به هناك في التوراة لما رجع معروف هذا في القرآن لما رجع وجد شخصا يقال له موسى السامري عمل لهم ثور من ذهب وصال هذا الثور يخور يطل له صوت فعبدوه من دون الله عبدوه من دون الله موسى ما سكت له السامري and the Qur'an is filled with stories wherein the prophets warn their people from falling into blasphemy many stories exist like this in the Qur'an, one famous example is the story of Musa عليه السلام Musa was ordered by Allah سبحانه وتعالى to go somewhere and after he left his people were led astray by a man named موسى السامري, he made for them an idol and they worshipped this idol and blaspheme when Musa returned he did not stay quiet regarding this, he cautioned them from blasphemy الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم شدة غضب موسى على قومه الذين عبدوا العجل ما سكت له غضب غضبا شديدا من شدة غضبه كما جاء في القرآن كان معه ألواح يكتون عليها التوراة قيل أنها من خشب وقيل أنها من شيء آخر من شدة غضبه الله تعالى فألقى للوح يعني جعلها هكذا فكسرت من شدة غضبه هذا إيش نسمون هذا مصدق فعل مثل صدق النساء يعني هو ما أرد أن يكسرها ولا أرد أن يستهنب من شدة الغضب جعلها في مكان فكسرت هذا ليس استهزائم بها بعض الناس من شدة حماقتهم مرة قيل له لا ترمي المصحف في الزبال قال موسى رمى التوراة إلا الحماقة أعيت من يداوية يروى هذا موسى عليه السلام مشكب التوراة بزبالة قلق الألواح يعني أنت إذا أتيت بورقة مثل هذه ألقيت هكذا على الطاول هذا ما فيه استخدام هو ألقاها على شيء صد مثل الصخر فكسرت هم من شدة غضبه هذا إيش يسمونه سبق فعل مثل صدق اللسان هو ما أرد أن يكسرها هو أرد أن يضعها عند غضب يفق السراب فاشطاط غضب يعني يزداد غضبا على قوه سيدنا موسى عليه السلام هذا معنى ألقى الألواح هذا معنى ألقى الألواح هذا معنى هو كبب الزبالة أعوذ بالله أعوذ بالله الله سبحانه وتعالى informed us of Musa's extreme displeasure or displeasure with those people who left الإسلام who blasphemed and in القرآن الله سبحانه وتعالى informs us that Musa عليه السلام he put or طورات طورات and he did not intend to do that but it was from his extreme displeasure with them this is what was meant and some people if you tell them don't throw the Qur'an in the trash they would say well Musa put the tablets and broke them those things are different from each other Musa عليه السلام did not intend to belittle those tablets rather he was extremely displeased with his people and as a result of that he placed the tablets in a certain way where they broke this is different than someone belittling the Qur'an and throwing the Qur'an in the trash this is not a response to that Musa كان ترك أخاه هارون معهم هارون ما سكت لهم لما عوضوا العجر شنون تركهم شنع عليهم وأملهم أن يرجعوا الله ذكر ذلك في القرآن هذا ما ذكره لأن بعض الناس يقرؤون في القرآن فيحملونه على ما يشتهون الله قال في القرآن وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هارون من قبل يا قول إنما فتنتم به يعني بهذا العجر هذه فتنة وامتحان وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانِ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي كان جوابهم قالوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهَا عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى معناه هارون مسكت حذرهم لأن الأنبياء يحذرون من الكفر لأن حفظ الدين هذا كل الأنبياء كانوا عليه يحذرون من الكفر وموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ ونكل هذا العجل الذي كان من ذهب وتوعد هذا السامري بعذاب أليم في الآخرة الله تعالى صلت على هذا السامري مرض بحيث أنه لا يستطيع أن يلمس لا بشر ولا غير بشر فصار يهيم في البراري وإذا رأى شخص يقول لامساس لا تلمسني يتألم من اللمس حتى مات هام على وجهه بين البهائن له عذاب أليم الذي عمل هذا الفعل هذا في القرآن وموسى الذي توعده بذلك في القرآن أنه يقول لامساس يعني الله ابتلاه بمرض لا يستطيع أن يلمس لا بشرا ولا غيرهم فهام في البراري على وجهه حتى مات يقال له موسى السامري والعجل حرقه موسى القاه في النار موسى عَلَيْهِ السَّلَامِ وَنْهِ وبعده还 عز وموقها لذلك هذا هذا الشخص هذا كان قائل هذا عز وطر للتعظم فهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهي تعمل make that the most things he would feel pain. It would be painful for him. This. is mentioned in the Quran he would tell people not to touch him so he would not feel that pain. In this Musa eating his family has a great torture for him and hereafter as well. من صحت توبته يعرف ومن لم يتصح توبته بقي في قلبي حب العجل ظهر على شفتيه أثر فأمره موسى أن يشربوا من هذا النهر شربوا منهم منهم من ظهر على فمه أثر من هذا الرماد فعرف أن هذا ما زال في قلبه حب العجل ومنهم من ظهرت براءتهم الذين ظهر عليهم حب العجل وعبادته وأمرهم موسى كانت توبتهم تختلف عن التوبة أمرهم أن يتوبوا وأن يرجعوا للإسلام ثم أن يقتلوا أنفسهم كما قال الله تعالى هذا ما يسا في أيامنا لوحد إذا وقع في الكفر يتشاهد أولئك تشاهد رجعوا إلى الإسلام لكن أمروا أن يقتلوا أنفسهم حتى تصح توبتهم وفي قتل أنفسهم خلال عند المفسرين بعض المفسرين قالوا نزل ضباب شديد حملوا سيوفهم ليقتلوا أنفسهم ونظلوا ضباب شديد فصاروا يضربون بعضهم بعض حتى أجهزوا على أنفسهم نحو سبعين ألف في صباح واحد سبعين ألف من بني إسرائيب ثمين ثلاثة كانوا بسر الله قال واشربوا يعني جعل حب العجل في قلوبهم واشربوا في قلوبهم حب العجل فتنوا به لدرجة أنهم دخل إلى قلبهم حب العجل موسى عليه السلام after he had disposed of the idol the calf by burning it he took its remains the dust that was left of it and he put through it in water and he ordered his people to drink from this water and those who still had an attachment or a love for the idol الله سبحانه وتعالى made it such that a sign would appear on them on their mouth so Allah سبحانه وتعالى the people of Musa drank from that water and some of them that sign appeared on their mouth and others was accepted by Allah سبحانه وتعالى they did not have that for them to and there was a difference among the scholars in regards to what is mentioned in the Quran and some said that they were ordered to kill themselves as repentants this is not the way of course one repents in the Sharia Prophet Muhammad and other scholars said that they were ordered to kill each other and this occurred with a great fog descending upon them and they struck each other with weapons until they all died and there were 70,000 among them this is how they repented الحاصل يجب علينا حفظ الدين لنا ولغيرنا نأمره لحفظ الدين لأن هذا من الكليات الخمس ليست هناك شريعة أباحة للشخص أن يختار الدين كما يشاء مثل ما هلأ يصموح الريد للأديان أنه هو ينقه ما في تنقه من لم يكن على هذا الدين فهو غير مسلم ونأجل ذلك الله أرسل الرسل وإلا لترك الله الناس كما هم يشتهوا ويفعلوا لماذا أرسل الله إبراهيم إلى عبادة الأوسان والنجوم وموسى إلى بني إسرائيل وفرعون أليس ليأمره بالدين أم يقول لفرعون أنت تفعل ما تشاء كما يقول أن ينظر الله كذا أولا ما في عقولهم مسكة أليس آيات في القرآن أن موسى دخل على فرعون وتوعده بها لكن وأن الله هو رب العالمين وأمره أن يرجع عن هذا الكفر ما قال له أحترم رأيك تحترم رأي نعيش سوية ما قال له أين أتوا بهذا نحن لا نقول أنه الواحد يدخل عليهم ويضربوه ويضربونا لا لكن هذا من عقيدتنا كل من ليس على دين الإسلام غير مرضيين عند الله مهما كانوا مهما على شأن الإسلام ليس فلسفة أو اجتهادات هذا دين الله عز وجل فلسفة فلسفة ليس لديه لديه إسلام لديه إسلام لديه يعني لا يمكن أن إسلام بإسلام لديه فلسفة إسلام لديه إسلام إسلام لديه إسلام 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 لديه إسلام حقا عمل عمل لديه مستعد مستعد بإسلام ذلك هذا مستعد هذا كلام الله الله أمره أن يقول له قل يا محمد يا حبيبي يا خير خلق الله يا أفضل خلق الله قل لهؤلاء الكافرون الذين كفروا لا أعبدوا ما تعبدون ما قال له امرناهم معاهدة إفاقية قال قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون why should you speak your Messenger of Allah and if not, you don't have a good idea. And when the Jewishers of Quraysh came to the Prophet peace be upon them and they told him let us worship your God one year and you worship our God another year the Prophet peace be upon them did not agree to that rather what Allah revealed to the Prophet was to tell them to call them blasphemers and to tell them that they do not worship what the Prophet ﷺ worshiped, that there's a difference between what they worship and what Islam is. And the second rule that was applicable to all of the nations from Prophet Adam to Prophet Muhammad ﷺ was preserving one's mind. All of the nations were ordered not to lose their mind, meaning not to take a drink or do a drug, for example, that would result in the loss of one's mind, would result in one being intoxicated. معناه يجب علينا حفظ عقولنا, هذا العقل الذي عطام الله إياه الذي وصف في الإنسان ما هو العقل صفة في الإنسان يميز مبين الخبيث والحسن بين الطيب والقبيح الإنسان العاقل يعرف أن هذا طعام وهذا شيء مضر أما الإنسان غير عقل قد يمود يده إلى النار قد يأكل السم من هو عاقل؟ لا يعرف لا يعرف أن يميز هذا معناه يميز إذا واحد في عقل يعرف أن هذه نار محيقة وأن هذه ماء تشرب أما المجنون قد يدب نفسه في النار قد يبقى بنفسه من علو شاهق ليس عنده تمييز أن هذا يضره أو هذا لا يضره فمما هو العقل؟ العقل صفة في الإنسان الله يوطيها لمن يشاء نعمة من الله يميز بها هذا الإنسان ولذلك الله تعالى ميز الإنسان بالعقل دب ما لها عقل؟ ما تعرف دب ما لها عقل؟ لا تنسى مستحيل الحجر ليس له عقل لذلك ليس مثل الإنسان الإنسان هو الذي له عقل هذه النعمة العقل التي أعطاها الله من الإنسان ليس على كيف وقت الضهوب يروحها وقت الضهوب يجيبها حرام أن يضيعها ولو لوقت قليل يعني إذا هيك أدحل سيجارة حشيشة كوكينة شو سموها دي لازهية لو قال ساعة ساعتها أنا برجع حرام حرام وهذا قد يؤدي إلى مفاسد كبيرة فإذا لوقت قليل أو كثير حرام بأي نوع من أنواع الأشياء سواء طعاما أو شرابا أو إيش استعاطة يعني صارت يستمشن الخمر هاي شمي تعلم الشمي كمان هذا حرام وإبري حرام وكل شيء بأي حالة أدخل إلى جسم شيء جامل أو سائل يضيع العقل عليه ثبه فأنا بهذه الأيام أولاد المسلمين بالطبع يعطفهم الأمر في أشياء كثيرة ما يعطف بس إنه واحد يشرب كيس خمسة في أشياء كثيرة في حب في أبار في كذا لا بأعرف لا بأعرف أكتر منه في شم في بالهوى في بالدان في بالإجر الله أعلم شو فيه مهم إذا دخل إلى الجسم أي مادة يضيع فيها عقله ولو قال هذه مفعولة ساعة برجع بصحصيح حرام بصحصيح سبحانه وتعالى that allows one to discriminate between good and bad to discriminate between what harms and what benefits this is our mind this is what we're referring to this is something that for example animals lack and inanimate objects lack consuming anything that would make one lose this capacity lose this facility is haram even if that would result in losing this capacity for a short period of time so the consumption of anything whether it's by sniffing or smoking or by intravenously with a needle or anything like that taking a pill any type of consumption that would result in one losing their mind not having this facility that Allah سبحانه وتعالى blessed him or her with would be haram it was prescribed meaning it is haram in all the nations from Prophet Adam to Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم طيب إذا آل يا شيخ أنا هذا ما بضيع العقل لما سابق بيخدر يعني بيعود محتاح بس عمور الأكسة ها بيكون فاصل يعني بس بدان بيعرف في عقل كمان حرام كمان حرام كمان حرام لا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إجتنب كل مفتر 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 الشيء الذي يخدر اجتنب أي شيء يخدر العقل يخدر البدن ها نعم يجوز أن يستعمله الطبيب للعملية ويفتحوا له بقه بيعطوه مخدر هذا يجوز ها هذا يجوز لأن هذا بمصلحة أما لو استعمله للهوى حرام لو جابتبع الطبيب هذا يستعمله لكم مستشفى وليس لي حاجة صار هو بس يشربه ويحبه في جسمه للهوى يعني للكيف فهذا حرام هذا هو حرام البيت صلى الله عليه وسلم قال أنه يجوز هذا يجوز هذا يجوز حرام أيضا حرام إذاً لو كان يخدر لو كان يخدر لأن هذا يضر بالبدن وهذه الحركات التي بعض الناس يوسمسون بها لبعضهم بعض أن هذا ما بيضر وهو شو من الله يقول بيضر وما بيضر؟ ها من خبرة فبيجي واحد من عنده قال له هذا ما يضر هذا بيساعدني حتى يكون تركيز بالانتحان يقوم ببنى الشيء أخر شيء بيصير فاصل على الطريق ينبلغ لك البنى يعني إذلك أنت هو الإنسان واحد بيخرب واحد بدأت بتخرب بنا طبعا أنت به هذا شيء يضر بإجمع وطباء المسلمين وغير المسلمين حتى غير المخلين بيقولوا بدؤ بيجيك واحد واحد عادي يشرح ليه هناك وهو ما جاء عارف ممكن شايد ميشيل عارف يحلم هذا مفيد كثير للجسد مفيد كثير كيف وصل هذا العلام لأنه يعرف الطبيع عنده علم التشريح وعلم البدن والأخلاق قال هذا مفيد كثير للجسد يعطي الجسد النشاط هذا هوى لأجل لأجل أن يدخل في هذا الأمر ثم يدخل يحلق يدمر نفسه يدمر أهل بيته يدمر نفسه تدمير ما يستطيع أن يخرج بعد ذلك لأجل ماذا؟ لأجل هذه الضرهات أنه قال شو يركز أكتر وأنه كثير بالبيت عم يضارئه أنه هو كثير مع الصد في أشياء كثير الإنسان يستطيع أن يعملها إذا كان أزعجوه أو عنده هموم ليس شرطا أن يفصل عقله أو أن يضر بدنه كيف هذا؟ كل الناس عندهم هموم كل الناس بلوحك وضايوا عنه جده وصده وخارته وعنده هل ليس عندهم هموم؟ هل فعل هذا الشريب والخمر؟ هل تعاطم وخدرات؟ صبر؟ أو عمل شيء غير ذلك؟ في مئات الأشياء يفعلها الإنسان يفرج عن نفسه لكن الشيطان يحرك يحرك أولاد المسلمين الشيطان أن هذه المادة السم مثل السم هذه أن هذه تفرحك وإن الفرح فيها؟ تدمره ماذا فرح؟ الشيطان هكذا يحرك لإنسان تدمره 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 مهلكة يزينها في نفسي حتى يراها كأنها نحلة من العصر لا ترى أن بعض الناس لا يدخلون إلى هذا الدكان المركب كم يكون على الرف من مشروبات عشرات أو أكثر من مئة مشروب يكون عصير المان عصير التوتة عصير التفاح عصير الجزرات لا يحرقوا إلا للخمر يتركون هذا ويأتي إلى خبيث الطعم خبيث الفعل كريه الرائحة كريه الطعم يضروا بالبدل يترك كل هذه الموضاحات هكذا السيطة اللحم كم يوجد لحم حلال لحم الغنم لحم البقر لحم العجل لحم العصافير لحم السمك تبروا معه لا لحم الخنزير هذا السيطة هو لحم الخزير واحد من المئات لأن الله حرمه يحركه إليه هكذا هذا دعم الشيطان مئات الأصناف من الأكل الحلال طيجين بعض الناس لا يفوض إلا هذا يعني الشيطان يحركه عشرات الأصناف يدخل إلى المركز عشرات الأصناف من الشراب النذيذ البارد الحلو طعم المفيد البدل يترك كل هذا ويحركه إلى هذا إلى الخمر الذي هو عفن فيه مضر للجسم هكذا هكذا الشيطان يحركه للناس أن يقعوا في نسل هذا يقعوا في نسل هذا من الدمار والعباك تبدأ بأنهم عصر ومضايق ومزعوج ويرداح وأن هذه مناسي هذه عادية مثل الأرقيلة هذه الوقت لبتك ببطلة بدت أخب المادة الإجابة ومك te دورك ومكت قد قد تخب المددد ما يعرفه ما يطلق ما يتأكد ما يطلق ما يطلق ما يطلق إن يبدأ الكثيره وإنهانا المبدعه وقف من هذا الجبير هذا الشيء أن أحبه ه لذا كنطرات الموضوع وممثلات الموضوع ومميق وكبيره لكنه أحبه لم يعدون هذا الجبος لأنه لديه أن يبدأ هذا الجبب لديه أن يطلع هذا الجبب ومثلات هذا الجبب بفسر أنه ممزه قيد أنه لديه أن نجراة لديه أنه أخرة عندما يملك راشد ما يمكنه ستعلقه أوضع أرنجا وعالجا tai tax. نفسي سنختلفز ، هناك مناسبة واحدة من الديد في البابات الم dispon لكن بعض المناسب لدينا بالطبع لدينا لماذا؟ لأن الناس دول يحسر الجليل للدول ليس لدينا بالطبع لدينا بالطبع لدينا بالطبع والحرام لدينا بالطبع لدينا كله لدينا بالطبع لدينا بالحرام لاحظة بالطبع كان الله صلى الله عليه وسلم قال الخمرة مفتاح كل شر مفتاح كل شر يعني الذي يطعط الخمرة كأنه يفتح باب الشر عليه وهذا حاصل مرقي في العين مشاهد في العين مسموع في الأذن مع ذلك بعض الناس يهجمون عليها الخمرة ماذا تفعل الخمرة تجعل الإنسان مهذب تجعله كلاس تجعله له قيمة بينماس تجعله كلبهينة يفقد عقله يصير يصير إذا الإنسان تعاطي الخمرة يفقد عقله ماذا يفعل؟ قد يكشف عورتهم قد يفتح أهله قد يتكلم عن زوجته بشيء مما لا يعرفه أحد الخمرة يكشف الأسراء قد تحركه على القتل على الجريمة يعني هذا من شخص يقتله يضع فيما أبدا بالحدث بسبب الخمرة قد يقتل نفسا قد يضربوا شخصا يؤذيهم لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتكلم عندي كلامه من الله يوحي من الله كلامه حق قال مفتاح كل شر يعني كأنك فتحت باب الشر عليك بالخمرة هؤلاء غير المسلمين يزينونها لأولاد المسلمين أنها مفتاح السعادة وأنها مفتاح الفرح وهي مفتاح كل شر شر في البدن تضر البدن والدماغ والعقل وفي المجتمع هم رأيتم منه يتعاطى الخمر من حله مبسوطين منه يعني يتحملوا منه أشياء كثيرة حتى زوجته إذا شرب الخمر قد حتى الإنبع إذا شربت الخمر قد تكشف عورتها قد تتكلم بأشياء مشينة قد تفحل أشياء عجيبة بالعقد واحد من أهل الألم قال قال عقلي وأنا صاحب لست راض عنه فكيف أضيعه أنا ومعاليتي ومعاجب حاليا ومعالي صعب سكين بلعاد صلى الله عليه وصلك لقاء and one should not be led astray by the devil thinking that these types of things would help one relax or be happy rather the result of these things would be destruction one would fall into much harm and the Prophet صلى الله عليه وسلم said what means that alcohol, these intoxicating drinks, wine opens the door to many many evils this is because if someone drinks alcohol he could be هكذا يوسيقى هو أنه يمكن ان يعمل فيما يمكن ان يغير على مخلقه وإنهاته المILLAMات وإنهاته حاليا وإنهاته الباليه عن ي efectيفه ومن خارجه استمرانه وخالفه عمليه ومعذا ومن بشكل من الوضع ون الوضعه يستطيع ابنه أصل لنسلم بشكل من المسلم مجلس míلام وهذا ليس فقط انت معائم وأنا العمل الطاقة getting drinks are harmful, they're harmful to the brain, they're harmful to the body, and they're harmful to the community. No community benefits from people consuming alcohol like this. It is as the Prophet ﷺ said, that is, the one who drinks alcohol, alcohol itself opens the door to many, many, many evils. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بما معناه الحديث أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. لو كان مقدار ملعقة، لو كان مقدار شيء قليل. إذا كان كثيره يسكر فهو حرام من الكبائر. And some people might say that, oh, we drink alcohol but not alive. We only get a feeling from it. We don't get intoxicated. We don't lose our minds. And this is still حرام. The Prophet ﷺ said that what intoxicates in large quantities is still حرام to consume in small quantities. الله حرم علينا هذا الخمر المخدرات حتى لا نضيع عقولنا لأن حفظ العقل واجب على الإنسان يحفظ عقلها. لا يجوز لها أن يضيعه. أريد أن يقول لنا اليوم، لا أريد أن أريد أن يشرب شراء واحد. حرام، واجب علينا حفظ العقل. فهذه الخمر مفسدة. وانظروا الآن هنا في هذا المجالي، لذلك في غيره. كم في السجون من وراء الخمر؟ كثير. كم من حوادث السيارات وراء الخمر؟ كثير. كم من ناس في المصحات المجالية سببهم الخمر؟ كثير. الذي يبحث يجد أرقام هائلة. أرقام هائلة. كلها سببها الخمر. سببها الخمر. وكلها كان في واحد في الشيء فيه، كل هذه الأمو كان فيها شراء، إيش اسمها؟ أول مرة، وعم جرد، وعم ضوء، وعم شوف الحياة، وعم شوف الدنيا، اليوم بيشوف شوه، شوف المصائب، والبلاك، والدمار، لذلك لا يستخفوا واحد، يقول لكم، يوه الشباب والبنات، الكبار والنساء، يقول لكم جرد، أو، ترى الدنيا من أسليم الشيطان هذه، واحد مرة قال لي، أنت تتكلم هكذا لأنك كبير، لما كنت شاب كنت تفعل مثلنا. هكذا بعض أولاد المسلمين، وبعض الشياطين، واحد قال لي، قال لي ولدي، وهذا أبوك أن أن يتكلم لما كان في عمرك، كان عامل السبعة ضمنتك، وهو يكذب، أنا ما أفهم، لكن هذا الشيطان، هذا لا تدخله إلى بيتك، لا تدخله إلى بيتك، لا تضعه يختلي لولدي، لأنه مثل بليس، مثل الشيطان، يحركه للخمر، لا تترك ولدك يمشي مع مثلي هذا، الذي يقول مثل هذا، تعالى نفرح، تعالى نمجرب، الناس كلهم يفعلون هكذا، لماذا نحن نقعد في البيت؟ شو أنتا، شو أنتا، شو أنتا، شو أنتا، خروف، أنتا على فهم، شوف الدنيا مصبوط بيش أنتعرف حييتها، وإن بفت لا يشوفها، بطل يطلع، لأنه هو الدنيا يجوح. الله سبحانه وتعالى، made these substances including wine, alcohol, haram, because these substances, their consumption results in one losing their mind. And this is a great harm. How many people have gotten into car accidents and killed other people because of drinking alcohol? How many people have been put in jail because of what they did while they were intoxicated by alcohol? How many people were, as a result of their consumption of certain substances, they ended up in an insane asylum? These numbers are a lot. And many times one starts consuming these types of substances because of peer pressure or because someone tells him to try it once or live your life. You're young now. You'll stop doing this when you're older. You're such people. You should make sure that your kids don't spend time with them, that they're not in your house, that they're not invited to your house, because these people are like like devils. They drag, they would drag your children and your family to destruction. Don't mix with them. حفظ العقل هذا شيء من أمور الكليات الستة والأمر الثالث حفظ النسب حفظ النسب يعني حفظ أن لا يقع الأنسان في الزنا اختلاط الأنسان اختلاط المطف هذا مما أجمع عليه كل الأمم لا يوجد شريعة فيها إباحة الزنا المطف وصل إنه لا يوجد شريعة في الوامر الكليات الخمسة And the third rule that was applicable to all the nations from Prophet Muhammad, Prophet Muhammad is protection of one's lineage. Meaning to avoid zina, to avoid adultery and fornication. This was a rule in all the nations from Prophet Muhammad fornication, adultery were prohibited, كما كان صادم لكن بعض الاهل يزون اعكاد عمرون بحظ الناس كيف يعطونها لواحد هم علموا من هذا الفساد او بالعكس حتى في البنات من هي مرحدة تعترض على الله بعض البنات ليش هي باب الاعتراض هي باب التعلم علي اذول الله تعالى بعض البنات وبعض البنات من شدة امور غيرة ونحن ذلك يقعنا في الكفر مرة كنت كنت في مجلس تكلمت في شيء من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وانا تزوج اكثر من واحدة شيء معروف واحدة ما اعجبها قالت حتى النبي لحنا تتسمى المسلمين معناها تعتقدم انه النبي يغيظه ويظيبه قالت حتى النبي حتى تحتقن من دول ابنانين هؤلاء كفروا مثل هذه الناس لا يتزوجها نفسها ايش بيعمل فيها ايه حفظ النسب ان يعرف الانسان من ينكح او من ينكح ابنه او من ينكح ابنته ليس مجرد انه معه من امور الدنيا ولو كان من امر الاخرة حالته سيئة ليس في حفظ النسب نأمرون ان نحفظ انسابنا لا نطي بناتنا هذا الذي يعرف ان هذا الخاطر الذي يتقدم لابنته يسب الله او يسب الدين او ملحد ينكر اشياء مهمة في الدين ثم يعطيه ابنته هذا ساقه الى الزنا ساقه بيبه بنفسه الى الزنا هذا يوم القيامة عليه ذنب كبير هالأب والأم إذا قابلت كذلك وهي إذا قابلت ونفسه بالعبس إذا كان على الزكور لا أفهم ونفسه ونفسه ما أيضا نفسه يعني ان يتأكد ان ان يتخلصم خلالها فالأمان فالأمان من دولنا فالأمان بعض الأفدل عن pessimات المبين يتبقى لا يتقش Lyn مسلم. However, they hold beliefs or say things that would result in them leaving Islam. You might find someone that says he's a Muslim but doesn't believe in Hellfire or doesn't believe in Paradise. He might believe, he might have certain atheism, denying certain things that are known in the religion by necessity. He might be someone that curses Allah. Such a person you cannot marry him to your daughter. This person, this would not be a valid marriage and anything that results from it would be zina, fornication. This is applicable both to males and females. Likewise, when marrying your son to a woman or when your son wants to marry a woman, you should ensure that this woman is, if she click, you should make sure that this woman is not one that backslip from Islam that she claims to be Muslim and had fallen into blasphemy. Similarly with meant, maybe she doesn't believe in Hellfire, maybe she objected to Allah in the past. We need to make sure that our children are marrying in valid marriage. We need to make sure that the marriages that are occurring are valid ones because otherwise this rule would not be followed. We would not be protecting the lineage. Shaykh Bilal mentioned a story where he was sitting in the presence of a woman and he was giving a lesson and this woman, he mentioned that the Prophet had married more than one and this woman has said something negative regarding the Prophet ﷺ because of this. These things are prevalent nowadays so we need to be careful and ensuring that the marriage of our children is a valid one. Allah تعالى أرصى الجنسين الذكر والأنثى مجتنابذ هذه الفاحشة الزنا أو ما يفضل إليها لأن هناك أشياء تفضل أشياء تفضل أشياء تفضل إلى الزنا تكون طريقة إلى الزنا مثل النظرة المحرمة النظرة المحرمة ليست مثل الزنا بعظم الذنب الزنا من أعظم الزنا بعد الكفر بالله وقتل النفس يأتي الزنا ثالث شيء في الترتيب بعد قتل نفس بعد الكفر الكفر أشد الزنا ثم في الحديث قتل نفس ثم الزنا زنا فاحشة كبيرة الله تعالى قال ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلها هذه الفاحشة الكبيرة قد يوصل إليها إنه شيء صغير يغفر عنه كثير من الناس فلا يجل نفسه إلا في الكفر and one should avoid fornication and adultery at zina and what leads to zina like for example the unlawful looking the unlawful looking is not equivalent to zina however it would be something that would lead to zina and zina is an enormous sin in the Prophet sallallahu alaihi wa sallam told us that it is the third most enormous sin then killing unjustly then zina comes next in the Quran Allah subhanahu wa ta'ala inform us that it is an enormous sin so one should avoid it and in order to avoid it one should avoid what leads to it like for example the unlawful looking النظر المحرم إذا داغم الإنسان عليها يثلوها أولاء الشباب والشابات الذين يزالون إلى البحر ثم يتأملون في أجساب العاريات حتى لو كانت بلن تتأمل في إجساد الرجل العالي بشهوة هذا يؤدي إلى الزنة لأن الله تعالى قال قل للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهن ذلك أذكر له كذلك في الآيات وقل للمؤمنات أن يغضوا من أبصارهن ويحفظن في الوجهن مثل ما الرجال مأمول يغضب بصن وكذلك المرأة في هذه الأيام كثير من الناس في غفلة يروحوا بنات على البحر محجبان بيعون رجال شي ينبس لك شي مثل الشريك رجال يبين كل شي ثم ينظلون إليه ونفس الشيء العكس هو يظهرون إليه ثم الشيطان قد يقول له أنت ما تأسني أنت هذا ما تدين الزنة الذي ينظر إلى مثل هذا ماذا يحصل له جمسك ما سبحان تحركه نفسه لما لا تفعل لما لا تفعل لما لا تلميس لما لا تقفل هكذا قال عليه الصلاة والسلام العين تزني ثم قال الفرج يصدق ذلك أو يكذبه الله تعالى قال وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا معناه ابتعد عنه وعن وسائله ما سواء يدب حول مصباح العراط يقول أنا مبقفيني بحقني ماذا أخذك له ميكين مثلا مطلوب أن يبتعد الإنسان أن يحفظ بصره حفظ البصر يساعد على حفظ الفرج حفظ البصر يساعد على حفظ الفرج لا سيما في هذه الأيام في الصيف وفي هذه البلاد أحيانا الإنسان يغفر بيسد قضية أقلن بيسد يفكر شي طبيعي يروح بيقعد باللاين ودره بيطلع أدق التفاصيل كام شهينة كان حدر كان مقطع يعني اتباع هار احنا نذكر بعضنا البعض حرام يجب علينا أن نغض البصر أن يغضوا وإشان يغضوا الغض يعني ما لانه هكذا من يبعد بصره ومشي الله غض أن يبحل يوآ يتقرر وبعدان يدخي لك يا شيخ لحاني يجوث يوث يوث الزنا حرام ومستخدم كل شيء اشهد ومستخدم guntم وجهة الحرام أثناء ما يوجد الجهة الزنا يجب الناس يجب ملكة المال والفمال يتحمل الأنفخة تسعلي الأنفخة يمكن أن يجد العبادات تسعليم يوميها في حل لتحظة مكوة fl triggers over and over again. It might move someone to fall into sin. It might move someone to want to touch or to kiss. And this would result in them potentially committing falling into zina. So males and females especially where we are nowadays in the way people act now, the way people dress nowadays should be mindful of this and avoid the unlawful looking and they should turn away from such things. يوجد ألفاظ في العربية في غيرها واضحة بالاستحلال كيف يعني بعض الناس في بلادنا العربية بيقولوا صحتان على ألمك بيقولوا مرح تطلعنا نحن واحدة وعملنا زنة بيقولوا صحتان على ألمك أو حلال على ألمك وبعض الناس الصفهاء يقولون مثلا هذا لأنه شاب شاب واستحنى بيقولوا وحيانا بعض الأهل يستحلون هذا بعض الأمهات إن علمت أن ولادها فعل ذلك نتكلم بكلام مثل هذا العجيب بعض الأمهات الخبساء أحيانا تخفي عن أبيه تقول ايه خلي شب عمره يمبسط يستحلي هذه خديثة خديثة عوه بالله تعالى يندبه الإسلام بعض الأحياني الكلام أشد من الفعل أحيانا الشخص قد لا ينزلين يكي قد يقول الزنة حلال أو يقولوا لصاحبه حلال على ألمك أو في بلادنا يقولون يا مرأة العالية دولها متزكعة من بذنه ومنذ مدة حصل أن واحدة أتت إلى البحر فبعض الناس قالوا هذا زكاة البذل أن تمتع الرجال لجسدها الكلام هذا أشد من فعل الزنة كفر كفر يعني هذا معلوم من الدين بالضرورة أن هذا حرام إذا واحد قال حلال ألم معناهم الإنجليزية أنه شيء حسن استحسنهم قدوا قدوا And what's worse than falling into zunna is, uh... praising a zunnao or saying that it is halal in the religion one can use certain phrases in any language, English or Arabic which would mean that this thing is praised or that is permissible in their religion. расطح ال Fell, however Zinnah is something that is known in the religion by necessity. it is Haram. PsychicIS falad's example, someone for example fornicated and told his friend that he did so and then his friend told him oh that's a good one or that he did something good, this would be blasphemy, because he's praising something that is known in the religion that it is Haram, there's not allowed to do. So one should be mindful of this and يجب أن يكون هذا أكثر من زنة لأنه يؤثر من أحد أسنة الأمر الرابع هو حفظ النفس من الأشياء التي أجمعت عليه الشرائع حفظ النفس ما يعني حفظ النفس؟ يعني عدم إزهاق الروح لا يجوز الشخص لا يقتل نفسه ولا يقتل غيره بغير حق هذا بكل الشرائع حرام ليس هناك شريعة أباحث الانتحار يضب حاله أو يسم حاله أو يرقي بنفسه من علوم يعني ينتحر فهذا متفق عليه بكل الشرائع And another rule that is applicable was applicable to all of the rules from Prophet Prophet Muhammad is the preservation of the self meaning that the prohibition on suicide and harming others this was a rule and all of the rules revealed to the prophets and all of the rules harming or killing which would be a very bad kind of harming كذلك أن يقتل أو يؤذي نفسه حرام لو لم يصل لحد القتل ينزي نفسه مثلا يجرح بدنه وينزي في الدم مثلا يقطع أصبعه هذا ليس له وكذلك في غيره يعني يؤذي غيره مثلا يضرغ غيره ويؤذيه هذا أيضا من الكبائر هذا أيضا من الكبائر هذا أيضا من الكبائر حرام ليس شرط فقط أن ينتحر كمان لو أذى نفسه ضرب نفسه بشيء فعلى بدنه شيء يؤذيه داخل أو خارج أو غيره خاذ الحرام وكذلك إذا روعه يعني خوفه أخويف الناس هذا أيضا من حرام من الكبائر المسلمين إذا كان عمل شيء فصار الرعب في قلبه لو مازحه تعرفون ما معروه يعني خوفي الشديد دون صار علم يضؤ من خوف حيما يتغير لونه كأن رفع عليه سلاح وهو يمازحه ولو كان يمازحه سيف أو مسدس أو نحن ذلك أو صلط عليه حي أو كلب يجب عليه الكلب يخاف أو عمل حركة أو فعلا ليخيفه صرخ فيه صوت بالليل مثلا أو بالنار حرام الكبائر المرعبون في النار هكذا قال عليه الصلاة والسلام الذي يرعب مسلما أو مسلمة أشياء يرعبه يخاف الخوف الشديد حد الرعب مثل هذا الذي يقول له مثلا الخبر مرعب يقول له مثلا احترق بيضا يرتعب الشخص أو يحاول أن يفزعه عندما يفعل محل عالي يعله هكذا حتى يخيفه ولو مازحه الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أشار لأخيه بحديدة تلعنه الملائكة قال ولو كان أخيه لأبيه وأمه قال لي ماذا ذكر ولو كان تشديد حتى في المزح بين الأخوة يرفع على سكين يرفع على السيف يخوفه يقول له ومازحك هذا حرام وكذا And what also falls under this rule is like severely scaring someone making someone severely scared frightening someone frightening another Muslim this would also fall under this rule like for example holding up a sword to someone to scare them or like letting a dog loose towards someone with the purpose of scaring them or a snake or for example if you and someone else are in a high place and you threaten to push them or pretend to push them in order to scare them this all falls under this rule the Prophet صلى الله عليه وسلم said that those people who engage in such frightening of other Muslims they are in hellfire meaning that this is an enormous sin that the people who do this to other Muslims that they fall into an enormous sin the Prophet صلى الله عليه وسلم also said that the one who holds up a sword or a knife the angels would damn them and even if it was their own brother and this is to show the scholars said the Prophet صلى الله عليه وسلم mentioned the person's brother as an example to show that even if the person was joking and scared the person this would still be a sin so one should be mindful of this like this especially if they happened like this like these all the people who call them as he was 31 in the village who call them as a baby and they call them they call them the Māori or the还是 as they call them in the village or the Champlain or the other or they call them 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 even if they call them فهذا حرام من الكبارك إذا كان يرى من أطفال. Likewise, if someone uses a loud sound to scare someone or scare a child, some children, they're very much affected by these loud sounds. It would cause them to be scared. This is an enormous sin. If someone uses fire as a gun, for example, and this loud sound he knows would frighten a child, or if he uses like firecrackers, for example, loud firecrackers to scare someone, this would be an enormous sin. حتى ينتبه يا إخوان، حتى الأب. والأهل، ليس لهم أن يرأب الطفل إذا فعل شيئاً يؤنبوه بحيث أنه يسيبه الرعب. حينماُقُوا الرائيِ يتحدد ولده بالخيد يسيبه الرعب. انتي أعمر ببعض الناس عندهم أساليك مرعبة في تربية الأولى. هذا حرامي.! هذا حرام الكبار ولو كانا أب والأم. اذا كان الى حد الرعب حرام من الكبائر يؤدب الاب ولده لكنها يرعبه لان هذا الارعاب قد يؤدي الى النفاسة انا اعرف شخصا صديقي حصل له خوف خافا ما بقي على مدنه شعر لا في الحاجبان ولا في الرموش ولا في الرأس سقط الشعر كله ارعب نام استيقظ بلا شعر الى الان لا حتى في الحواجب ولا في الرموش ولا في يدين ولا في الرأس من الخوف الخوف هذا يؤثر واحد اخافه بشيء فالتعب حصل له شيء في بدنه سقط شعره كل مدى الحياة بعض الناس يرعبون عن الاولاد والعبون العفاد والعبون الكبار والصغار أعوذ بالله and this rule is also applicable to parents parents should not raise up their children or punish their children by telling them things that would scare them in this way this is something that would be an enormous sin the parents whether the mother or the father they do not have a the right to bring up their kids or punish them by scaring them in this way and let it be known that this sort of scaring or frightening has real consequences it's very harmful to people Shaykh Bilal mentioned a story regarding someone he knows this person was scared, frightened by someone and as a result of that he lost all of his hair, he was frightened by someone in a severe way, he went to sleep and he woke up and all of his hair fell off of his body, his head and his body and he lives until this day without any hair, so these types of things, these types of frightening can have real consequences and or haram and they have to hide them and then they go back to him after his fear, there were about 20 years they said to him, we left we left him, we left him, we left him and we left him, we looked at him and he left him in his head إنسان يخاف فجأة يجد نفسه يهولا من الماء بعض الناس نظهم فيه كبائر يمزحون من استهازه يرعبونه ونحن ذلك يتهجم عليه بالسيارة إلى حد يرعبه أما إذا كان يمازحه لا يصل إلى حد الرعب يختلف أما إلى حد يرعبه من استهازه الأشياء بعض الناس حكا ليس أستطيع أن أحكي أشياء كثيرة مرعبة تحصر ما بين أبناء المسلمين فيه رعب المرعبون في النار إن الله يعذب الذين يعذبون الناس حديث يقرب الماء يدنونه بالنار مثلا حتى يخيفه يظن أنه يحرقه هذا كل رعب حرام الكبائر وعندما يتفضل المسلمين في المسلمين لأنه يهتم بحرام الناس وعندما في المسلمين وإن سمع لها مجرد وإن سمع لها مجرد لأنه يجب أن تفضل المسلمين في هذا الشيء sort of frightening that would cause harm. This is what would be haram, what would be an enormous sin. Shaykh Bilal mentioned a story of a group of friends who went somewhere and they sought, they made a plan to throw their friend from a high place into water. They knew he wouldn't be harmed so all of a sudden they took their friend and they threw him into the water. But what they did, what resulted was he was, he became extremely, extremely frightened and when they came down laughing and smiling they saw white hair in front of them appear on his head. This shows you the severe consequences of this type of frightening. The Prophet, again the Prophet ﷺ said that this type of action, this frightening of other Muslims is an enormous sin that those people deserve torture and hellfire. And another rule is for one that is applicable to all the nations from Prophet Adam to Prophet Muhammad is the preservation of one's property, one's money. It is not permissible for one to burn his property or his money or throw it away in the trash and the like. This is, this is haram. If the man was the king of the king, but he doesn't want to do what he wants. The Muslim always wants to remember that he is the king of Allah. The king is the king of Allah. The king is the king or the king of Allah. The king of Allah. He believes that some of the abuses are similar on this side of Allah . If they دائما يذكر المسلم أنه عبد لله ما معنى عبد لله يعني يقمر ويلحى يجوز ولا يجوز افعل ولا تفعل مش انه ما تشتهي فعال الدابة تفعل ما تشتهي تأكل تشرب تنام تتناكح تنام المسلم هناك اشياء لا يستفعلها فاذا المال ونمكان ملكه ليس معنى محلة ما بده هو بحقه لا في المكان الذي يرضي الله عز و جل and despite the fact that this property or money is owned by the person he might say that it's owned by him he should be remembered and all muslims should remember that they are slaves of Allah meaning that Allah subhanahu wa ta'ala prescribes certain rules they are only allowed to spend and use their money as Allah subhanahu wa ta'ala ordered them to do so so despite the fact that they they own it so to speak they are not allowed to do with it whatever they please they have to follow the rules of the religion they must follow what Allah subhanahu wa ta'ala ordered them to do اذا رضع المال في اي معصي ام فقر على اي معصية فهذا حرام والكبائر هذا هو التبذير إنا المبذرين كانوا إخوانا الشياطين هذه العقل الآية مش عامة مش ان كل واحد يصرف كثير مرد بهذا الآية المبذرين تبذير هم الذين ينفقون المال على ما حرم الله مثل ايش مثلا مثل البيتفع مصاري ما يشوف الرقاصة مثل البيتفع مصاري ما يشوف الارياني مثل البيتفع مصاري للساحر أو للمشاعر هذا صرف المال فيما حرم الله هذا هو التبذير اما بالخير ما في تبذير قالوا اهل العلم واحد من العلماء قول انفق مثل جبل ابي قبيس مثل جبل في الخير لا يكون تبذيرا اكتر الناس بالمدل على ما يخالف الدين خوده كثيره ولما بيجي امر الطاعة بيصير مقتصد وعصامي ومتذكر النكبات كله ده اما على ما يخالف الدين ده سامع المقصد اخبار لكن كافيه من الناس اجربة ينفقونا المال على اشياء بينفقوه على الكنب بيعطو تب رواح لي خمسين دولار اختو من ام وابوه اذا قلت له بعطلي بيباهدلها بيباهدلها بيسمون لها بدمر بيجربة تكون اختو تكون هيهو صغير شلطه القزر يباهدلها اذا طلبت منه نده اه 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 يروا على المطعم تذهبوا تقديم عدد يعتم ان هو اخوها يصرف على الكلب اذا امها بحكيت معه في كل مدنان اذا انا بعدين والله يا اخبان حكت ليه اما افاضل اذا اشكه بصدقها ان واحد اخبرتها ان رثت ولد ياتيم ربته بمقر العين حتى كبر في هذه البلاد ثم احتاجت العشاء كلمته بلطف على خدمة الدولة من الحكومة هي مسؤولة عن الكلام هي مسؤولة عن الناس هذا العقوق سببه أنه ما جلسوا في هذه المجالس غدوا على البيلانجويج والأكسين والشكلون ما يجبون لهانه بعدها مشوفها النتيجة ربته يوقى للعين قال الحكومة مسؤولة عن الكلام كسر قلبها هكذا كثير من الناس ينفقون المال على الحرام على الكلاب على عشقات على كذا وكذا سمع إذا أمه 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 التي حملته يتضجر أخته إذا حكيت معهم الناس عايزش على العين يقف والنفق وقد يستغيبها هاي اللي ما بتشبع أما هاي دي يخدي تشجيني يعطيها خدي واحد كتمره معه عطاه واحد مبلغ ما بتعطيها دي عشان تشوف محاصن المسلمين عشان تشوف محاصن المسلمين أخوه أم و أبوه عمر مديك لا حول على أخوه كنت أمه And what also falls under this rule is not spending one's money to commit a sin. Know that if one were to do so, if one were to spend his money on something that Allah prohibited him from spending it on, this would be an enormous sin. Allah referred to such people as . These are the people that spend their money on things that are haram. So whether if someone, for example, spends their money on drugs, spends their money on going to a strip club, for example, or to going to another type or a fortune teller, for example, this type of spending is an enormous sin. However, if one were to spend his money on the good, those donate to the musallah, for example, or the like, no matter how much he would do, how much he would spend his money on such a thing, this would not be a bad thing. Unfortunately, nowadays, people do the opposite. They would spend their money on the haram instead of spending it on the good. or they would spend their money on things that are not good at all. For example, they might, instead of giving money to their mother, they would pay large tips at restaurants or spend money on, some people spend a lot of money on animals or dogs, for example, instead of spending their money on things that are beneficial that would result in reward to them. Sheikh Bilal mentioned the story of a woman who brought up an orphan. and she spent a lot of effort bringing up this orphan. And she got to a point where she raised him up and she asked him for something. And he answered her very, in a very mean way. He told her, I'm not responsible for you. Go ask the government. They're the ones who are responsible for you. And this type of thing occurs because these children, they are not present in such circles. They do not attend the circles of knowledge. They're not at the religious schools. Rather, their parents spend time and effort having them learn things that are not like this, like maybe studying another language or science or math, whatever it may be. They focus on that, but they don't focus on the beneficial things like going to a lesson or going to learn Quran and the like. This would result sometimes in them being raised the wrong way and treating their parents very poorly. But in sum, the one who spends his money on haram, this is an enormous sin. with all the enemy of the канале. And that's why we believe we should go there. And that's what we will learn about us and follow up. And that's why they leave us. And the other people who have warriors around us will find this out. And even more, the children of the family of Allah is, and that are some of us who are driving. And as a part of our family of Allah is, to remember, our angels will be able to realize that we are alive. And we will frequent our children around the world. And that's where they are. And that's the system, and that's where they are, and that's where their families will be able to do well. And that's where our elders is learning. يظنون هكذا مالو على أبا مالو على أفل هو لحال نحن لحال يا هذا والله رأيته كما أذكر لكم من العفوك أذكر لكم صور من البر رأيته شخصاً هنا في هذا البلاد أعطى أباه الباسورد وحساب تبعه وأعطيه كارت يقول له أنت فقط تعمل هكذا في أي محل لا تسأل هذا البر هذا قليل على الأفل يشعبه يتندرة بالنهار انظر إلى هذا يحترم أباه معه أبو الباسورد يشوف الحساب تسأل تسأل هذا كما يذكر صور المسلم يذكر صور هذا يطيب خاطره أنه أنا ومالي لك أعطاه هذا البر قال أنت ما تعمل شيء تشتري بعد سيأتبع على أكل ذلك أنا أدفع كل شيء هذا البر هذا البر وقليلا عليه هذا الخبزات المطعمة إياهم بس لو أكثر من الكريم يشوف عليهم لا صرفت على أبوك ما صرفت قد الخبزات لكاتر بيته هذا غير الحنيوي هكذا ذنبك أن ينظر لأبيه وأن هؤلاء لهم فضل كبير لا يسد وما سد لا يحقق ليس يفكر حوله أن العرش سيارة عزلُ لأبوه او هاطاء شخص رحل فكر حوله أنه هو هامل شيء لا تؤديه جزء يسير ما فعلها لك من لما يولد الإنسان إلى أن يكبر و أبوه ينفق عليهم. كم يوم و كم نيب و كم دوا و كم حكيم و كم خبب و كم أكل و كم دوا و كم كثير. الله تعالى يجزيه معنا خير. And one should know that the religion obligates us to spend on our parents and other relatives if they are in need. One, if his mother or father are in need of money, he would be obligated to provide them with that money. He should not send them away to the government. If the government gives them that's fine. But otherwise, if they are in need, as prescribed in the religion, he's obligated to pay for them. One should be mindful of this. Also, Shaykhullah said that as he mentioned some stories of people who are not good to his parents, he'd like to mention as well stories of people who are good to their parents. And he mentioned the story of a man who gave his father the password to his online banking and his card, his debit card, credit card and told his father to spend as he wishes. And this is a very, this is being good to one's parents. And still, despite this fact, it's probably not enough based on what fathers do for their children. One should think about how much money his father spent on him, feeding him and raising him and buying him clothes and putting him through school and the like. He would realize that even this act, giving him a debit card and telling him to spend as he wishes would not be enough. Yes. 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 And I unknown what pity him is. I reject him. He could be a shared someone. Yes, yes. And people who specifically like the attention of the world hurt a lot about this. And their sins hurt anything. And their sins hurt them. And his sins hurt them. As they hurt his tung Grünisse. So we should be keen on reminding ourselves of these rules and following them. Because if we do not do so, then we may forget them. As is the case with many other things, people nowadays would forget keeping their ties of kinship and their family members. So just as that might occur, this forgetfulness may occur with respect to these rules. So we should be mindful of them and remind each other of them because they are important. So we should be mindful of them and we should be mindful of them and we should be mindful of them.